بسم الله الرحمن الرحيم ومن استنى بسنته واهتدى بهداه وبعد إخوة الإسلام في كل مكان فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس التاسع من مجالس مدارستنا لتهذيب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم المختصرة التي قدم بها المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى لكتابه تهذيب الأسماء واللغات وما زال حديثنا في الفصول الآتية في آخر هذا الكتاب حديثا عن جمل موجزة مختصرة في أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الفصل الذي شرعنا فيه ليلة الجمعة الماضية ولأننا ما زلنا في عشر مباركات هي العشر الأول من ذي الحجة فإننا نتقلب في جليل من الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه عسى أن يكون مجلسنا هذا المنعقد في هذا المكان المبارك الباعث لنا على كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عملا صالحا يحبه ربنا في هذه الليالي المباركة وليلة الجمعة منها على وجه الخصوص يا رب صل على النبي إمامنا وعرض عليه صلاتنا وسلامنا ومن علينا يا كريم بشربة من حوضه نشفي بها أسقامنا تقدم الحديث ليلة الجمعة الماضية في هذا الفصل الذي سماه المصنف رحمه الله تعالى فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومضت فيها جمل عميقة بديعة كل جملة تستحق أن تكون مجلسا يفرد الحديث بشأنه لبيان بعد مراميه وعمق معناه وغزارته لكننا اكتفينا بالقدر الذي أراده المصنف رحمه الله اختصارا وإجازا وقفنا عند قوله وكان يقعد صلى الله عليه وسلم تارة القرفصاء وتارة متربعة واتكأ في أوقات وفي كثير من الأوقات أو في أكثرها محتبيا بيديه وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن ويتنفس في الشراب بالإناء ثلاثا خارج الإناء وبقية الفصل التي نتدارسها مجلس الليلة هي التي نتم بها ما أراده المصنف رحمه الله من الجمل في أخلاقه وشمائله وصفاته صلوات الله وسلامه عليه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله ويتكلم بجوامع الكلم ويعيد الكلمة ثلاثا لتفهم وكلامه بين يفهمه من سمعه ولا يتكلم من غير حاجة هذه أربع جمل أمة الإسلام في وصف كلام نبينا عليه الصلاة والسلام وصف كلامه عليه الصلاة والسلام بديع جميل حسن الوقع في المسامع بل هو جليل الوقع في القلوب والنفوس وهكذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جوامع الكلم وهذه أولى الصفات الأربع التي ساقها المصنف رحمه الله في بيان وصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الخصال التي أوتيها وخص بها عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها قوله وأوتيت جوامع الكلم جوامع الكلم هي الكلمات الموجزة المختصرة في ألفاظها العميقة في دلالتها الكثيرة في معانيها وهذا في جل كلامه عليه الصلاة والسلام مثل قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا الحديث أحد قواعد الإسلام كما يقول العلماء إذ يندرج فيه كل أحكام الشريعة بالاستثناء ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل أم عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا الحديث أيضا أصل عظيم يتناول من الصور ما لا حصر له ولا حد وهو بوابة من بوابات الحفاظ على السنة وحمايتها من الإحداث والابتداء ومثل قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ومثل قوله الحلال بين والحرام بين ومثل قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحف أصنع ما شئت ومثل قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبه وأمثلة هذا أكثر من أن تحصر في هذا المجلس قوله إذن أنه كان يتكلم بجوامع الكلم فقد كان كلاما عظيما رغم وجازة ألفاظه وقلة حروفه وكلماته إلا أنه كان عظيما في الدلالة على الأحكام لما بعثه ربه عز وجل ليكون خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الوصف الثاني للكلام التأني والتمهل والترسل وساق فيها جملتين قال ويعيد الكلمة ثلاثا لتفهم يعني حتى يفهمها الناس من حوله فربما أعاد الكلمة أو الجملة أكثر من مرة وورد عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا يعني إذا أتى قوما جلوسا والجمع كبير والمجلس واسع سلم في ابتداء المجلس وسلم في أثنائه وسلم إذا بلغ آخره فكان يسلم ثلاثا ويتكلم بالكلمة ثلاثا قال لتفهم يعني ليفهمها السامع على وجه يزول معه اللبس والاحتمال والوصف الثاني في هذا السياق وهو الثالث في كلام المصنف قوله وكلامه بين يفهمه من سمعه ليس فيه تعجل وهذرمة تتداخل فيها الحروف وتتساقط الكلمات ولا يكاد يتبين السامع أو يستنطق الإعادة حتى يفهم ويعي الكلام الذي قيل لم يكن كذلك كلامه صلى الله عليه وسلم أبدا بل كان واضحا بينا فيه تمهل وترسل وتأنن يفهمه السامع بل ويعيده ثلاثا ليكون أوعى للفهم وأوعى بالإدراك والجمدة الرابعة في وصف كلامه صلى الله عليه وسلم في سياق حديث مصنف هنا قال ولا يتكلم من غير حاجة لم يكن في كلامه فضول عليه الصلاة والسلام ومعنى الفضول الكلام الذي لا داعي له أو يمكن الاستغناء عنه ما تكلم بكلمة إلا في موقعها ولا تحدث بحديث إلا في سياق ما يستدعيه الحديث سواء أكان في بيان حكم أو إجابة سائل أو تبليغ شرع أو التعليق على موقف حاصل بحضرته وبين يديه صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا ولم يجد أحد ولو فتشت دواوين السنة وروايات المواقف والأحداث لن تجد فيها جملة عابرة يمكن أن يقال عنها إنها حشو من الكلام أو لا حاجة لها أو يمكن الاستغناء عنها أو أن جملة في سياق الكلام ذاته تقوم مقامها وتغني عنها لم يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا في موضع حاجة بالقدر الذي يستدعيه المقام كلامه فصل واضح بين مفهوم لدى من سمعه صلوات الله وسلامه عليه ولا يقعد ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى لا يقعد ولا يقوم إلا على ذكر الله تعالى وحياته صلى الله عليه وسلم قائمة كلها على هذا الأصل العظيم الذي هو إقامته على ذكر الله تعالى قوله لا يقوم ولا يقعد كناية عن أن كل شأن في حياته عليه الصلاة والسلام كان لا يقيمه إلا على ذكر الله فإذا دخل المنزل ذكر الله وإذا خرج ذكر الله إذا ابتدأ الطعام ذكر الله وإذا فرغ ذكر الله إذا دخل المسجد وإذا خرج ذكر الله إذا دخل الخلاء وإذا خرج ذكر الله إذا رأى المطر ذكر الله إذا حضرت الريح ذكر الله إذا رأى الهلال أول الشهر ذكر الله وإذا رأى الثمر في بواكير الطلع ذكر الله وإذا خاف من أمر ذكر الله وإذا سر بأمر خر ساجدا شاكرا لله كل حياته كانت ذكرا لله صلوات الله وسلامه عليه وهذا المعنى العظيم يا كرام هو امتثال وتحقيق لأمر الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وكم تعجب أخي والله عندما تفتش شيئا من كتب الأوراد وأذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار اليوم الليلة وأذكار الصباح المساء ولو فتشت في العناوين لو وجدت ذكرا للبس الثوم وذكرا لخلعه وذكرا لخلع الحذاء وذكرا للدخول والخروج السوق والبيت والمسجد وذكرا إذا نام والطجع وذكرا إذا تقلب من الليل وتعار وفزع وأرق ولم يأته النوم وذكرا إذا رأى كذا وإذا سمع كذا فإذا جمعتها ألفيت ذلك حصرا لكل أنماط ومواقف الحياة ليس فيها موقف في الجملة إلا وفيها ذكر مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال فتجمع من ذلك كله أن حياته صلى الله عليه وسلم كانت قائمة على ذكر الله أجمع وهو إذا كان في المجلس الواحد جالسا مع أصحابه كان يحصى له في المجلس الواحد سبعون استغفارا عجيبة هي والله حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتباطها الوثيق وانغماسها في ذكر الله عز وجل أجل لقد علمنا بأبي وأمه وعليه الصلاة والسلام كيف تكون حياة المسلم عامرة بذكر الله مشرقة بالقرب من ذكر الله والعيش في ظلال هذا المعنى الكريم ذكر الله العظيم سبحانه وتعالى قال لا يقوم ولا يقعد إلا على ذكر الله تعالى ليس المراد القيام والقعود الحسيين بل المراد القيام والقعود يعني شأن الحياة فيما يفعل وما يترك كان يقيمه صلى الله عليه وسلم على ذكر الله تعالى وركب الفرس والبعير والحمار والبغلة وأردف معاذا خلفه على ناقة وعلى حمار ولا يدعو أحدا يمشي خلفه هذا في ركوبه عليه الصلاة والسلام ركب الفرس والبعير والحمار والبغلة يعني ركب الدواب على اختلاف أنواعها ولم يكن يتقصد نوعا معينا من الدواب والمركوبات يريدها أن تكون مركوبه على وجه الخصوص وهو في هذا صلى الله عليه وسلم يقوم على الشأن النبوي العام في الحياة وهو الأخذ بما تيسر من طعام ولباس ومركوب لا يتقصد شيئا بعينه صلى الله عليه وسلم فمهما تيسر له منها شيء تناوله فكذلك الشأن في المركوبات ركب الفرس ركب البعير ركب الحمار ركب البغلة غاربا ما يكون ركوب الأفراس في الغزو أو في السفر وكذلك البعير وأما الحمار والبغلة فغاربا ما تكون في المدينة وفي الانتقار بين المساكن أو بلوغ بعض المواضع القريبة وقد يقوم هذا مقام هذا ولا حرج فالكل من الدواب المركوبة وفيها دلالة أخرى في هذه الجملة فوق أنها إشارة إلى عدم التكلف والأخذ بما تيسر فيها إشارة إلى التواضع النبوي الكريم فإن ركوب بعض الدواب قد يأنفه بعض الكبراء فإنك لا تجد من أرباب العظمة والملك والجاه من يقبل بركوب الحمير والبغال مثلا لكن ركوبها غاربا يكون عند أرباب القلة والفقر ومن لا قدرة له على اقتناء المركوبات الثميلة كالفرس والبعير فإذا ركبها دل ذلك على تواضع مع قدرة على ما هو أكبر وأغلى وأثمن فركب الفرس والبعير والحمار والبغلى وهنا دلالة أخرى على تواضعه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في المركوبات وهو إرداف بعض أصحابه خلفه في الركوب فأردف معاذا خلفه على ناقة وعلى حمار ولا يدع أحدا يمشي خلفه لم يكن معاذا رضي الله عنه وحده رديف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع بل كان هو وكان ابن عباس وكان الفضل وكان أسامة وغيرهم ممن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فيركب ويردفه خلفه وهذا الإرداف كما أسلفت دلالة على التواضع من جهة ودلالة ثانية على قربه الحميمي صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا فهو قريب منهم حسا ومعنا أما القرب المعنوي فالنبوة والوحي والتعليم والحرص والرأفة وسائر المعاني التي بعثه الله تعالى بها لأمته عليه الصلاة والسلام وأما القرب الحسي فالمجالس والدعوات والزيارات والاستضافات ومنها هذا المقام في الشاهد إرداف بعض الصحابة خلفه فتالله ما أروعه من موقف يعيشه الصحب رضي الله عنهم قربا حسيا بدنيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان أحدنا معاذا أو الفضل ابن عباس وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لكانت والله غاية التشريف والإكرام الذي لا يدانيه شيء في هذه الدنيا من التشريف والإجلال والتكريم أن يكون الراكب رديف نبي الأمة عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا يساق في ذكري ما يتعلق بشأن مركوباته التي كان يركبها والهدي الذي كان يركب فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدواب قال ولا يدع أحدا يمشي خلفه لما ورد في بعض الروايات أيضا أنه كان يسوق أصحابه بين يديه كما في حديث هند بن أبي هالة يسوق أصحابه بين يديه يعني يجعلهم أمامه في المسير ويمشي خلفهم يقودهم حتى يتأكد من سيرهم أجمع وإن كان هذا ليس على إطلاقه لكنه فيه إشارة أخرى أيضا على التواضع والتقلل وأن القائد لا يلزم أن يكون في مقدمة الركب في السير أمامهم يتقدم الصفوف هذا يتطلبه الموقف أحيانا وأحيانا يتأخر عنهم ليكونوا على مرآه في رعايته بنظره صلى الله عليه وسلم وعصب على بطنه الحجر من الجوع وكان يبيته وأهله الليالي طاوين هذا في الإشارة إلى زهده وتقلله صلى الله عليه وسلم من الطعام ودلال على الفقر والقلة التي عاشها نبينا صلى الله عليه وسلم عموما في الحياة عصب على بطنه الحجر من الجوع يعني شد وربط على بطنه الحجر وقد ثبت هذا في غير ما موقف أصرحه وأصحه ما كان أيام غزوة الخندق فإنه اشتد بالصحابة رضي الله عنهم الجوع وهم يحفرون الخندق فكانوا مع ذلك في زيادة صعوبة على صعوبة ربط الحجر على البطن هو للضغط على المعدة عند الجوع لإسكات ألم الجوع ومن وجد جوعا فضغط على معدته وجد ألم الجوع يتبدد فشد الحجر على البطن هو لإذهاب هذا الجوع وإسكاته ربط الصحابة على بطونهم الحجر والنبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجرين إشار إلى شدة الجوع وقوة احتماله عليه الصلاة والسلام ضعف ما كان يصيب الصحابة رضي الله عنهم وكان يبيته وأهله الليالي طاوين كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيته وأهل بيته الليالي المتتابعة طاويا من غير عشاء معنى طاويا من طوى الشيء إذا ثناه يعني كأنما طوى على بطنه صفحة فلم يطعم شيئا ولم يدخل بطنه وجوفه طعام من الجوع ولم يكون هذا أبدا باعثا على تذمر وانزعاج بل الرضى التام الذي يحمد ربه عليه إذا أصبح وإذا أمسى صلى الله عليه وسلم وهو القائل اللهم ما أمسى بمن نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر وهو الذي يحمد الله على كل حال وهو صاحب لواء الحمد عليه الصلاة والسلام وفي الحديث في الجملة هنا أيضا يا كرام إشارة إلى معنى عظيم أن الدنيا على عظمتها وكل زينتها وما احتوت عليه من متاع وطعام وشراب ولباس وأثاث ومال وزخرف يتنافس فيه أهل الدنيا لم تكن محل إكرام وكرامة عند الله عز وجل للمصطفين من عباده ولو كانت كذلك لساقها رب العزة والجلال بين يدي أعز الخلق عليه صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ربه الذي ساق له المعجزات فشق له القمر وفلق له الماء من بين الحجر وأجر الماء بين أصابعه وجعل الماء الطعام يتكاثر بين يديه وأسرى به وعرج به إلى سابع سماء قادر ربه سبحانه أن يكرمه مع كل آية تنزل بالوحي بطعام ودرهم ودينار قادر والله لكن الله عز وجل لم يرد ذلك له وعاش حياته صلى الله عليه وسلم على هذا التقلل ثم جاء الابتلاء لأمهات المؤمنين نسائه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنا وأسرحكنا سراحا جميلة إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كنا أجرا عظيما وهذا شرحه يطول في المواقف والأحداث التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قلة من طعام هو وأهل بيته يمر الهلال والهلالان والثلاثة ولا يقد في بيته نار يأتيه الضيف فيبحث صلى الله عليه وسلم عما يضيفه به من بيوت زوجاته فلا يجد ما يقدمه لضيفه يمر بأحد أصحابه فيسأل أم المؤمنين هل عندكم من طعام فتقول لا إلا الخل يا رسول الله فيقول هاتي فنعم الإدام الخل واقف تترى كانت تتابع والنبي عليه الصلاة والسلام ليس له عنوان في حياته إلا التقلل من الدنيا والزهد فيها والاكتفاء منها بقدر البلغة لم تكن إلا مركبا يمتطيه ليعبر به نهر الحياة إلى الضفة الأخرى حيث النعيم المقيم وحيث المقام المحمود وحيث الكرامة العظيمة والشفاعة العظمى الذي خصه الله تعالى به فكانت هذه من أبرز ملامح حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفراشه من أدم حشوه من ليف وكان متقللا من أمتعة الدنيا كلها وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها فراشه من أدم يعني من جلد الفراش الذي كان ينام عليه صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن جلد محشو هذا الجلد بريف الليف الذي يستخرج من سعف النخل إذن لم يكن قطنا وثيرا ولا حريرا ولا ريش نعام ولا غيره لم يكن إلا ليفا ففيه شيء فقط يحمل طبقة تقل جسد من الالتصاق بالأرض إذا اضطجع عليه صلى الله عليه وسلم هذا فراشه حشوه من ليف حتى تدرك أن المسألة ليست في الطعام والفراش فقط قال وكان متقللا من أمتعة الدنيا كلها هل هذا فقر وعوز وضيق حياة وشدة وبؤس الجواب لا بل كانت الدنيا بيديه وإذا أتته المغانم فرقها عليه الصلاة والسلام قال وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها وهو القائل عليه الصلاة والسلام إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه إدراكا أنه صلى الله عليه وسلم آثر الآخرة ورضي بقرب أجله الذي أشار إليه في هذا الحديث وعلى كل فقد كان الزهد والتقلل من الدنيا والإعراض عن زينتها وعدم الخضوع لزخرفها وبريقها الزائف كان عنوانا لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان كثير الذكر دائما الفكر جل ضحكه التبسم وضحك في أوقات حتى بدت نواجذه وهي الأنياب كان كثير الذكر عليه الصلاة والسلام وقد تقدم هذا في صدر المجلس عند قول المصنف رحمه الله تعالى لا يقعد ولا يقوم إلا على ذكر الله ذكر الله ممتثلا لأمر ربه سبحانه يا أيه الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقد تقدم أن أوضاع حياته وأنماطها كانت كلها قائمة على ذكر الله عز وجل ليس له في الحياة موضع ولا حال إلا وفيه ذكر لله جل جلاله دائما الفكر يعمل فكره في التأمل في آيات الله ومخلوقات الله وما أوحى الله تعالى به إليه والفكر في أمر رسالته والبعثة التي شرفه الله تعالى بها فحمل أمانتها وقام بأعبائها صلوات الله وسلامه عليه ثم انتقل المصنف إلى صفحة أخرى من صفحات الخلق المحمدي وهو إشاعة الفرحة والسرور بث البهجة والأنس في حياته صلى الله عليه وسلم وفي الناس من حوله في الدنيا من حوله جميعا قال جل ضحكه التبسم ضحك في أوقات حتى بدت نواجذه وهي الأنياب الضحك والتبسم عنوان السعادة التي يعيشها الإنسان بخلاف الانزعاج والتبرم والضييق وكثرة الشكوى بخلاف الانزعاج وإكفهرار الوجه والعبوس وتقطيب الجبين جل ضحكه التبسم فإذا ضحك عليه الصلاة والسلام كانت البسمة المشرقة التي تبدو من محياه فتشرق لها الدنيا صلى الله عليه وسلم وإذا ضحك بدك النور يطلع من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم لثناياه بريق إذا تبسم إذا يتبسم صلى الله عليه وسلم كانت الفرحة تشيع في مجلسه للبسمة التي تبدو في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فكان ضحكا لا قهقهة فيه ولا فتح فم ولا رفع صوت ولا بدو ولهات في الفم إطلاقا فإذا بالغ في الضحك أو بلغ حده الأعلى كانت تبدو نواجذه وهي الأذراس وهي أيضا إشارة إلى اتساع الفم بالتبسم لا أكثر ويحب الطيب ويكره الريح الكريهة يحب الطيب لأنه طيب عليه الصلاة والسلام طيب الله ظاهره وباطنه طيب الله قوله وفعله ومرآه وريحه عليه الصلاة والسلام مضى في مجلس ليلة الجمعة الماضلة أن عرقه عليه الصلاة والسلام كان طيبا وأنه لا يشم منه إلا طيب وسيأتينا حديث أنس رضي الله عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الطيب ويحث عليه وكان يرغب فيه وكان لا يرده إذا قدم إليه نعم كان الطيب من الثلاث التي لا يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أعطي الريحان لطيب ريحه يقبله ولا يرده صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مقابل ذلك في حبه للطيب يتطيم وكان يضرب المثل بالريح الطيب يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ويقول في الترغيب في ذكر الشيء أطيب عند الله من ريح المسك كما في خلوف فم الصائم في وصف بعض نعيم الجنة كان الريح الطيب محبوبا عنده صلى الله عليه وسلم وفي مقابل ذلك يكره الريح الكريهة لا يحبها لأن الأرواح الطيبة تألف الريح الطيبة بخلاف الأرواح الخبيثة فإنها إنما تلتئم مع النفوس الخبيثة والمستقدرة كذلك ولذلك جاء الحث على اتخاذ الزينة عند المساجد وعلى عناية الإنسان ببدنه وطهوره وغسله وتطيبه من أجل ذلك كان عنوان حياته صلى الله عليه وسلم في أحد صفحاتها التي تبدو فيها السعادة والبهجة والإشراق في حياته وفي حياة الناس من حوله بما ينعكس منه صلى الله عليه وسلم حبه للطيب والريح الطيبة التي كان عليه الصلاة والسلام يحبها وكان الناس من حوله يجدونها فيه صلى الله عليه وسلم ويمزح ولا يقول إلا حقا ويقبل عذر المعتذر إليه يمزح ولا يقول إلا حقا هذه جملة فيها شيئان عظيمان كلاهما بحاجة إلى تأمل وفهم واستنان أما أولهما فمشروعية المزاح فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه وحفظ في ذلك عدة مواقف ما زال أهل العلم يروونها في شمائله وأخلاقه وسيرته وهديه العام صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ماذا؟ إلى عدة قضايا منها بشريته صلى الله عليه وسلم فإن الله بعثه بشر الرسول والبشرية هذه لا يمكن الانفصام عن خصائصها عن فطريتها عن جزء من مكوناتها ومنها المزاح نعم فنحن بشر ولسنا آلات حياتنا تقوم دوما على الجد والنمط الواحد الذي لا يعرف التغيير النفس مهما كانت جادة ذات عزيمة فإنها تملو تكدو تتعبو تنصب بحاجة إلى استرواح واسترخاء بحاجة إلى ممازحة وملاطفة لسنا آلات ولسنا نفوسا صماء والنبي عليه الصلاة والسلام لبشريته كانت تظهر على حياته هذه المواقف البشرية الفطرية وهي مواقف المزاح منها ولأنه كان يغضب ويفرح ويحزن ويسعد ويبكي ويبحك كل ذلك كان في حياته عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الأول وهو صفة البشرية الوصف الثاني الذي يجتمل عليه معنى المزاح التواضع أجل فقد كان عليه الصلاة والسلام في أعلى المقامات وأرفعها وربما توهم متوهم أن علو القدر وارتفاع المنزلة يناقض التبسط والممازحة مع البسطة وعامة الناس وهذا فهم المغلوط فما كان عليه الصلاة والسلام في علو قدره ورفعة شأنه بل النبوة والرسالة التي رفع الله تعالى مقامه إليها لم يكن إلا حبيبا متواضعا قريبا من صحابته رضي الله عنهم وهذا القرب كان في صور شتى منها الممازحة أنت متخيل أن يأتي لبعض أصحابه فيضمه من خلفه يحتضنه لأن لا يعرف من هو فيقول من يشتري مني هذا العبد أنت متخيل أن يمازح عليه الصلاة والسلام عجوزا تأتي تقول يا رسول الله أدعو الله أن يسكنني الجنة فيقول لها إن الجنة لا يدخلها عجوز وآخر يأتيه ليطلب منه أن يركبه على مركوب فيقول إن حاملوك على ولد الناقة فقال يا رسول الله وما أفعل بولد الناقة وهكذا مواقف شتى كان فيها مزاحه صلى الله عليه وسلم آية جليلة والله دلالة على تواضعه العظيم صلوات ربي وسلامه عليه وفيها معنى آخر بديع وهو أن هذا المزاح الذي كان يعيشه صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف من حياته لم يكن متناقضا أو مصادما لهموم عظيمة بحجم الأمة كان يحملها على عاتقيه صلى الله عليه وسلم أي والله فإن أحدنا لو حمل هم مشكلة يعيشها أو مسؤولية ومنصب كبير يتبوأه ربما فارقه النوم والتفكير المريح والانبساط والاسترخاء انشغالا بهذا الهم الكبير والله لن يكون هم عند أحد من البشر يعيشه في دنياه أعظم من هم نبي الأمة الذي يحملها مدين ووحي ورسالة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وقودها إلى جنة عرضها السماوات والأرض ومع ذلك فعندما تجد في حياته متسعا للمزاح فاعلم أنها النفس الكبيرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الجملة الثانية في كلام المصنف التي وصف بها المزاح قال ولا يقول إلا حقا وهذا ضابط شرعي جليل مهم هو الحد الفاصل بين المزاح المشروع وغير المشروع مع حد الاقتصاد فيه والاقتصار على قدر الحاجة لأن الاستكثار منه كسائر فضول المباحات التي ربما ينقلب فيها الأمر سوءا على صاحبه وفي أدنى حالاته الاقتراب من دائرة المكرهات وما لا يستحسن فعله أو ما لا يليق بالمرؤات لكن الضابط الكبير هنا أن يكون المزاح متقيدا بالصدق والحق لأن كثيرا من الناس ألف وظن واعتقد ومارس أن المزاح لا تبلغ بهجته ورونقه وضحكته والانبساط به إلا إذا شابه أو امتزج به أو انقلب تماما إلى مغالطة وكذب ويترخص بعض الناس في هذا فيقول هو مزاح أبدا ما شرع الله عز وجل الصدق في حال دون حال ولا رخص في الكذب ليكون في مزاح المسلمي انغماسا في الكذب بحجة التمازح يمزح ولا يقول إلا حقا وضربنا لذلك أمثلة والمقصود أن مزاحه رغم أنه مزاح لكنه كان صورة مشرقة لصور الكمال والسمت العظيم في الوقار ولهدي النبوي الكريم في الجلالة التي ما زالت تفرض هيبتها على الأمة وليس على الصحابة وحدهم فقط لتقرأ الأمة وتتدرس في هذا الجيل وتقرأ أجيالا متتابعة في سيرته عليه الصلاة والسلام لتجد في مزاحه صورة من صور العظمة صلى الله عليه وسلم وكان كما وصفه الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذه آية عظيمة في كتاب الله الكريم فيها وصف نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذه خمسة أوصاف بإيجاز الأولى أنه رسول من أنفسهم كما خاطب الله به العرب فكان رسولا من بينهم من بني جلدتهم من عشيرتهم الثانية قوله عزيز عليه ما عندتم والمراد كما يقول الإمام الطبري رحمه الله أي عزيز عليه عنتكم وهو دخول المشقة والمكروه والأذى عليكم والمقصود أيضا أنه عزيز عليه ما عندتم أنه لم يقبل صلى الله عليه وسلم ولا تطيب نفسه بأن يعيش أو أن يرى في أمته العنتاء والمقصود يعني لم يرضى صلى الله عليه وسلم أن تقع أمته في عنة ومشقة وشدة وأذى أو شيء تكرهه قال الله عز وجل في الوصف الثالث حريص عليكم حريص عليكم يعني في غاية الشفقة والحرص على إيصال الخير لهم على دلالتهم على أبواب الجنة على دلالتهم على كل خير على وصول النفع الدنيوي والأخروي إليهم كما يقول ابن كثير رحمه الله وساق في ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علماً وقال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا قد بين لكم والحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافة الفراش أو الذباب والأحاديث الشواهد في هذا جمة كثيرة غزيرة أن الله عز وجل جعله نبياً كريماً يعز عليه عنة أمته يعني لا يرضى المشقة عليهم ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال بعث بالحنيفية السمحة وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر فشريعته كلها سمحة يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه فإذا هذان الوصفان عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم في تمام الرأفة والشفقة المحمدية منه صلى الله عليه وسلم على أمته قال في الثالثة حريص عليكم والحرص قد تقدم أنها دلالة على إيصال الخير والنفع الدنيوي والأخروي جميعاً إلى أمته صلى الله عليه وسلم قال في الوصفين الرابع والخامس بالمؤمنين رؤوف الرحيم وصفه الله تعالى بهذين الوصفين بالمؤمنين رؤوف الرحيم يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عن الحسين بن فضل لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قال بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قال القرطبي وقال عبد العزيز بن يحيى نظم الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز حريص بالمؤمنين رؤوف الرحيم عزيز عليه ما عندتم لا يهمه إلا شأنكم وهو القائم بالشفاعة لكم فلا تهتم بما عندتم ما أقمتم على سنته فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة صلى الله عليه وسلم هاتان الآيتان في آخر سورة التوبة في قول أبي بن كعب أقرب القرآن بالسماء عهدا يعني أنهما آخر ما نزل من القرآن وفي قول سعيد بن جبير أن آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فيحتمل أن يكون قول أبي أقرب القرآن بالسماء عهدا بعد قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله والله أعلم كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هذا وصف لو خصص له مجلس مستقل لبيان جميل وبديع دلالة الآية الكريمة على وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لكانت حرية بالإفراد وسوق الشواهد على الأوصاف الخمسة المذكورة لكنها دلالة عظيمة بالغة العظمة وقد يقول قائل إن معنى الآية عزيز عليه ما عندتم أن تدخلوا النار حريص عليكم أن تدخلوا الجنة حريص عليكم أن تؤمنوا وقال الفراء شحيح بأن تدخلوا النار قال حريص عليكم يعني شحيح أن تدخلوا النار فلو قال قائل كيف يكون فيه عزيز عليه ما عندتم في الشريعة من التكاليف فيما فيه مشقة وصعوبة وفيه ابتلاء وفيه صبر ومجاهدة للنفس على إقامة الشريعة فالجواب من وجوه أبرزها أنه عليه الصلاة والسلام كل ما يحصل للأمة من خير فهو حريص على إيصاله إليهم وما يلحقها بها من ضرر وتعظم مشقته فإنه صلى الله عليه وسلم ينأى بأمته عن ذلك لكنه كالطبيب المشفق والأب الرحيم في حق الأمة والطبيب المشفق كما يقول الرازي ربما أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملها والأب الرحيم ربما أقدم على تأديبات شاقة إلا أنه لما عرف أن الطبيب حاذق وأن الأب مشفق صارت تلك المعالجات المؤلمة محتملة وصارت تلك التأديبات جارية مجرى الإحسان يعني لم تزل في سياق حريص عليكم بالمؤمنين هذا وصف آخر جعل الله صلاة نبيه على أمته سكن معنى الصلاة هنا الدعاء معنى الصلاة هنا الدعاء قال الإمام الطبري رحمه الله وصل عليهم يقولوا وادعوا لهم بالمغفرة لذنوبهم واستغفر لهم منها إن صلاتك سكن لهم يقول إن دعاءك واستغفارك طمأنينة لهم بأن الله قد عفى عنهم وقبل توبتهم وهذا أيضا من جميل المعاني في دعواته عليه الصلاة والسلام في الصحيح عن ابن عباس بل عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى في الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي قال صلى الله عليك وعلى زوجك إن صلاتك سكن لهم قال ابن عباس رحمة لهم وقال قتاده وقار لهم فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي للأمة إلا بخير ورحمة ووقار صلوات الله وسلامه عليه وكانت معاتبته تعريضا ما بالؤناس يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ونحو ذلك هذا في غاية الأدب الكريم الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسوق به أمته وصحابته على وجه الخصوص حتى إذا عتيبا والعتب فيه شدة معنوية وفيه شيء من عدم الرضا فيأتي العتب ومع ذلك فما كان لجرح المشاعر في حياته صلى الله عليه وسلم مسلك إطلاقا وإذا أراد عرض يعني لم يصرح بالفاعل فيقول ما بال أقوام ينزهون أو يتنزهون عن الشيء أفعله ما بال أقوام يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله ما بال رجال بلغني عنهم كذا وكذا ولهذا فقد كانت هذه من أجل صور رفقه بأمته صلى الله وسلامه عليه ويأمر بالرفق ويحث عليه وينهى عن العنف أمر فلما أمر قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالرفق فإنه ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه وهو يقول حثا على الرفق إن الله إذا أراد بأهل بيت الخير جعل فيهم الرفق وحياته كلها كانت في الرفق أيضا صلى الله عليه وسلم وينهى عن العنف ويحث على العفو والصفح ويحث على العفو والصفح ومكارم الأخلاق وسيرته وسنته مليئة عامرة بذلك كله والله قد قال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ويحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله وهكذا ورد الشأن في إثبات هذا من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين يحب التيمن فيبدأ بيده اليمنى في طهوره ولباسه ويبدأ برجله اليمنى في تنعره وبشق رأسه الأيمن في الترجل يعني تمشيط الشعر وفي شأنه كله فإذا أخذ وإذا أعطى كانت اليد اليمنى وإذا أكل وشرب كانت اليد اليمنى وإذا دخل البيت والمنزل والمسجد كانت القدم اليمنى والعكس في اليسرى وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى للخلاء يعني للاستنجاء والاستجمار يتعامل باليسرى وما كان من أذى لإزالته فيستعمل فيه اليسرى كذلك وإذا نام أو اضطجع اضطجع على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة ويذكر الدعاء في ذلك صلى الله عليه وسلم وكان مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصيانة وصبر وسكينة ولا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم أي لا تذكر فيه النساء يتفاضلون فيه بالتقوى ويتواضعون ويوقر الكبار ويرحم الصغار ويؤثرون المحتاج ويحفظون الغريب ويخرجون أدلة على الخير هذا في وصف مجلسه صلى الله عليه وسلم وصاحب المجلس يفيض على مجلسه بسمته وخصاله فما بالكم بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان أشرف المجالس وأعطرها وأزكاها كان مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر وعلم وخلق ودين وأدب وصبر وسكينة لأنها أخلاقه عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن تجد جاهلا يطيش في مجلسه فيصف المجلس بغير ذلك إطلاقا بقلة حياء أو خيانة أو طيش أو حنق أو تهور كل ذلك كانوا أبعد الناس عنه لأنه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا ترفع فيه الأصوات فإذا تكلم أطرقوا كأنما على رؤسهم الطير وهذه الجمل الواردة في وصف مجلسه صلى الله عليه وسلم مأثورة في وصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله ابنه الحسين عن أوصاف مجلس ومخرج ومدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ولا تؤبن فيه الحرم أي لا تذكر فيه النساء الحرم جمع حرمة وهو كل شيء له في الشريعة مكان محترم وقدر محترم لا تؤبن أي لا تعابوا يعني لم يكن مجلس نبينا صلى الله عليه وسلم بالذي تذكر فيه الأمور المحترمة بعيب وانتقاص ويدخل في ذلك ذكر ما يستحى من ذكره من شأن النساء أو العورات أو الفروج أو ما يشين بالمرء وكلامه ولم يكن مجلسه عليه الصلاة والسلام فيه شيء من ذلك قد قليل أو كثير قال يتفاضلون فيه بالتقوى يعني أصحاب مجلسه صلى الله عليه وسلم ويتواضعون فيه ويوقر الكبار ويرحم الصغار وهذا شواهده أكثر من أن تحصر في مواقف السيرة وشواهد السنة ويؤثرون المحتاج يعني إذا جاء محتاج آثروه إن كانت ضيافة أو طعام أو إكرام أو حتى حديث وكلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم أنه محتاج احتياجا ماديا لمسألة أو معنويا في سؤال وعلم قال ويحفظون الغريبا يعني يقومون بحقه من ضيافة وإكرام واحتمال منه لما لا قد يحتمل من غيره قال ويخرجون أدلة على الخير وفي أصف حديث هند بن أبي هالة يخرجون أدلة أو روادا على الخير يعني كل منهم وقد حمل الخير في مجلسه صلى الله عليه وسلم ينطلق دليلا على الخير لما لا وهو أحد رواد مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل الأمة من ورائه بما تعلمه من آية سمعها أو حكم شرعي أو دلالة أو خير أو هدى رقت له القلوب وطابت له النفوس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يزال في الفصل بقية باقية نرجئها لمجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى وما زالت هذه الليلة من ليالي العشر أيها الكرام فيها متسع لكثير من العمل الصالح الذي يحبه ربكم واعلموا أن ذكره سبحانه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم لمن أجل ذلك العمل الصالح المحبوب عند الله رطب لسانك ذاكرا رب الهدى ثن وصل على الحبيب المقتدى الهاشمي محمد طاه الذي روحي وروح المسلمين له فدى فيرب صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه وارزقنا إلهي بالصلاة والسلام عليه منازل الأبرار ودرجات المقربين ثبتنا يا رب على سنته وأحينا على سنته وأبتنا على سنته واحشرنا يوم القيامة في زمرته وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم أعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين